قد يحترم المحتل مقاوميه لكنه محال أن يحترم عملاءه وإن كانت لابد من مفاوضة فيفاوض خصومه للخانعين له الدرس الأفغاني صار مضربا لكل البلدان التي تعاني من الاحتلال ولا سيما التي شهدت ذات البداية العراق على وجه الخصوص إذ أنه شهد نفس ذرائع احتلال أفغانستان وواجه ذات المصير بعد عامين فقط مليارات الدولارات أنفقتها أمريكا من أجل ما ادعت أنه تثبيت الديمقراطية في البلاد وفي العراق كذلك فعلت حكومة أشرف غني عند أول اختبار تفككت والمؤسسة العسكرية المعمول عليها كثيرا تشضت وانهارت بمجرد أن رأت الجنود الأمريكيين يغادرون البلاد فإن كان ذلك في أفغانستان فكيف بالعراق الذي يشهد تعقيدا عميقا في المشهد السياسي والأمني القوى السياسية في العراق بدأت تفكر جديا في المشهد الأفغاني وكأنه اليوم المقلق المرتقب في حال انسحبت أمريكا سياسيا وعسكريا من البلاد القوات الحكومية بكل عدتها وعتادها التي فرت أمام مئات العناصر من داعش في الموصل كيف لها أن تصمد في وجه أي جهة دون الحماية الأمريكية وكذلك الحكومات التي أغرقت البلاد في الفساد كيف لها أن تضمن استمراريتها وبينها وبين الشعب العراقي وطر الدم والمعتقلين والأموال المنهوبة طالبان ابنة البلاد عادت إلى سدة الحكم وحيدة دون الغرباء فالمقاومة الوطنية مهما كان شكلها أقرب إلى أهل البلد وألصق بالوطنية كذلك في العراق شهد غرباء كثر فكانت داعش وكانت الميليشيات المؤتمرة بإيران وكلها تزول عند زوال داعميها أما المقاومة الوطنية لا يمكن أن تنتهي أكانت مسلحة عسكرية أو سلمية من المتظاهرين الوطنيين في المشهد العراقي لا بد للساسة أن يطرحوا سؤالا إضافيا مرعبا لهم ماذا لو زال الاحتلال الإيراني مع الاحتلال الأمريكي